دي كانت أبرز الكلام اللي ممكن نقوله على مباراة الأهلي والتراجي كمان نقطة أخيرة مهم جداً نحافظ على الرصيد البشري بخصوص الإنذارات لأن نباري حمد فتحي خد الإنذار التاني قال الجهاز الفن هيفضل إراحة حمد فتحي في لقاء العود عشان الإنذار التالت ما يكونش سبب في إبعاده عن لقاء الزهاب في النهاء إن شاء الله في حال التأهل ده هنشوفه خلال الفترة جاية ولكن في لعبة تانية مهم جداً تحافظ على رصيد الإنذارات عشان إحنا خلاص داخلين في مرحلة لا تقبل القسمة على اتنين أي غياب لقدر الله مش هنبقى يعني محتاجين حاجة زي كده لأن إحنا داخلين على مواجهات صعبة في توقيتات صعبة وفي مدة زمنية قليلة الحمد لله عندنا الرصيد البشري على دكة المدلاء في أكتر من لعب من الدفاع حراسة المرمى لغاية رأس الحرب ولكن مهم جداً فكرة إن كل اللعيبة تكون موجودة معاك في المراحل الختمية بصوا على رصيد الأهداف بصوا على انتصارات الأهلي منذ آخر مباراة خسر فيها الأهلي في إفريقيا من سانداونز وانت تعرف إن الأهلي لما بيخسر مباراة إزاي بيعرف يرجع وده ما بيحصلش إلا مع الفرق الكبيرة بس فما تسمعوش أي تعليقات سلبية ما تركزوش مع تحليل فني مبني على الترند مش مبني على الواقع والأرقام والتحليل المحترم للأسف فيه ناس متعودة على الترند عشان شايفاً الترند ده بيجي بلاه فلوس لكن ما بيقدمش أي إضافة سواء في الإعلام أو حتى في التحليل بالنسبة للمدربين أو على المستوى الفني مبروك لجمهور الأهلي خطوة مهمة ولكن إن شاء الله ننتظر لقاء العودة عشان استكمال المسيرة للمباراة النهائية ونفرح كلنا بإذن الله مش بالتأهل بس فرحتنا هتبقى بدورة أبطال إفريقيا والأميرة السمراء تعود من جديد في إنجاز ممكن يتقارر إن شاء الله بإذن الله بعد 2005، 2006، 2007، 2008 ممكن يتحقق من 2020 حتى 2023 ترجمة نانسي قنقر